موسيقى خلال الندوة التصقفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد الرئيس السيسي يؤكد أن أسر الشهداء دفعت ثمناً غالياً في تقديم أبنائها فداءً للوطن على وقع الأزمة الأوكرانية الرئيس السيسي يؤكد لبوتن ضرورة تغليب لغات الحوار عقوبات بحق موسكو ومنسك واتفاق الروسي الأوكراني على وقف لإطلاق النار نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التينيفزيون المصري أهلاً بكم في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفي مصر بيوم الشهيد وفي هذا اليوم يتذكر المصريون تضحيات شهدائنا الأبرار من أجل هذا الوطن وترابه أنت موت يا عمد يقولي يا ماما أنا موتيش أنا اترقيت حضرني ورف بي سيكون كان بيقولي ده آخر حتى الدموع مثل أخبط يقولي نعزي تتلعي دكتورة في دامع نزلها نزارة أنا على يقين إنه هو ها يستطيع تقولوني مليون تحية أنا لازم ناخد حقه ولازم نكمل عشا إلى حزنها مش قدرة تنزل منها علاية التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة ودايماً كنا بنفكر في فكرة واحدة بس أن الارهاب لازم يموت دلوقتي وبأدينا وتحت رجلينا عشان ما يتقلش لأي مكان 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم عطاء وخلود خلال كلمته ضمن فعليات النذوة التثقفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم لكي تبقى مصر وقال الرئيس السيسي أن العهد للشهداء هو المحافظة على مصر بما يليق بدمائهم وأرواحهم العهد مننا أن إحنا زي ما هم حرصة أن هي مدعش إحنا كمان كمان نحرص على أن هي تبدل موجودة مش موجودة بس كده لا موجودة بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد وحول تضحيات رجال الجيش والشرطة أكد رئيس السيسي أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم لاستقرار الوطن وقال الرئيس السيسي أنه اتخذ قرار الحرب والبناء عندما بدأت المعركة مع الإرهاب عامي 2013 و2014 لما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 و2014 وللغاية شهر قليلة مضت كانت كل الناس المصريين ويفتكروا كده كانت الناس بتقود يا ترى الموضوع ده حيفضل كده على طول ولا إيه هو الكبوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا إيه وكت واثق من الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا الشر أبدا لا يمكن أبدا ينتصر على أهل الخير أهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعد وقسود وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم لا يمكن أبدا هتنجح في النهاية الخير هينجح وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده فكانت القرار لا احنا هنحاربهم وحنبنيه وأكد الرئيس السيسي أن معدلات التقدم للالتحاق بالجيش والشرطة لم تتوقف وقال الرئيس السيسي أنه تم الاستمرار بنفس المعدلات بل زادت ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة فيه أصعب الأوقات فيه أصعب الأوقات وفيه أكبر نسب خسائر تحقاقت لم يتوقف أبدا لجندي ولا ضابط صف ولا ظابط نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت وأنا مش مبارغ لما بقول لكم كده يمكن تكون زادت فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى قرم من ربنا ولازم ربنا كمان يساعده أكد رئيس السيسي أن مصر الحرة تستحق منه كل فداء وتفان وتضحية وقال رئيس السيسي أن هذا اليوم المشهود يتم فيه تكريم ليس فقط الشهداء ولكن أعطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن أن مصر الحرة الكريمة تستحق منه كل فداء وتفان وتضحية ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضاً بالحياة مثمراً بالخير والسلام والنماء ولذكر معاً تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيداً أو مصاباً روى بدمه تراب هذا الوطن إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسالحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن وإنما نكرم فيه أيضاً عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليلة بالنهار ليحيى شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار وحول أداء الاقتصاد المصري قال الرئيس السيسي إن مصر واجهت ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري فلقد واجهت مصر ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني ووما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته ويشهد العالم بأسره بما حققنا من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتنضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات وحول العرض المصرحي رسالة نور الذي تم عرضه ضمن فعليات الندوة التثقفية الخامسة وثلاثين للقوات المسلحة أعرب رئيس السيسي عن شكره لأبطال العرض والذي استعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط وقال رئيس السيسي إن العمل الدرامي دائماً يوفر فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها البعض عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شعيد أو حتى مصاب فالعمل للدرامي دائماً بيدي فرصة لنا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا لكن بالطريقة ديت بتتنقل بتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد إيه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحيت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد أو بقى مصاب بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد وهو ملو الدنيا برضو هو شهيد ملو الدنيا برضو لكن هم الأهل بيبقى طبعاً فراء الإبنة أو الزوج أو الأب صعب فأنا بشكركم الحقيقة على ده وبقول لكم أنا الكلام ده قلته قبل كده إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش وحول حياة الضباط واستعدادهم للشهادة قال رئيس السيسي إن كافة ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة وأكد رئيس السيسي أن حياة شهداء كان ذن من الوفاء والإنسانية كل زباط الجيش والشرطة بيقولوه اللي بيعيش معهم حقيقة أو حتى صف زباط الجنود بيقولوا الكلام ده بيقولوه مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة فهم عايشين فكرة الشهادة وكده فبيقولوه الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في إيدي وأموت وهي يتعيش الكلام ده هم بيقولوه صحيح ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات دي سواء كان في الهنى اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جواسينا حتجدوا الكلام اللي قالوا النور ده حقيقي والأفلام اللي بيجيبوه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشين وعنده زوجة وعنده طفل محتمل آه لكن ما قالش حاعد لغاية لما الطفل يجي رجع وده حقيقة بتحصل كتير ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية واللي ممكن يقدم للناس ويقولونهم شوفوا دي بيوت مصرية دي بيوت مصرية عادية خالص متوسطة أو حتى أقل من متوسطة وضمن فعاليات الندوة التثقيفية كرم رئيس عبدالفتاح السيسي أسرى الشهداء من القوات المسلحة كما كرم رئيس السيسي الأمة المثالية خلال تلك الندوة وكان رئيس السيسي قد شهد الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 ومع بدء الندوة التثقيفية الخامسة وثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد شهداء رئيس سيسي سلام الشهيد من أماكن مختلفة بأنحاء مصر نوجه لهم التحية من أماكن متعددة من ربوع مصر فسلاما على أرواح الشهداء سلام الشهيد شهداء رئيس 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 سلام الشهيد اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف والد الشهيد الرائد عبدالله محمود المرسي بعد التحية كان الشهيد له العديد من البطولات في الدفاع عن تراب الوطن وعزاته ورفعته هل لك أن تضعنا في أبرز تلك البطولات؟ موسيقى 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 أكد رئيس السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار بالأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تظاهر الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره رئيس السيسي مع رئيس روسي فلادامير بوتن حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائية أو على صعيد متعدد الأطراف كما أكد رئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي تليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين وتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبول تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة العلاقات للتعاون التاريخي والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات وذلك إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الأوكرانية تسببت في اطراب سلاسل الإمداد مشيرا إلى أن العالم أمام موجات تضخم كبيرة بسبب تلك الأزمة وخلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء أكد مدبولي أن البلاد شهدت قفزات سعرية حادة في كل السلع الاستراتيجية بسبب الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن مصر كبقية دول العالم ستتأثر بالأزمة إحنا بقينا قدام موجات تضخمية كبيرة جدا اللي تكلم عليها كل الخبراء العالميين يعني صندوق النقد الدولي اتقال أن النهاردة التأثير كبير جدا حيكون على اقتصاد العالم والأسواق المالية وتدعيات على كل البلدان رئيس البنك الدولي والحقيقة كنا لسه في حديث الأسبوع الماضي معاه وكان بيتكلم أن الأزمة اللي موجودة النهاردة حتكون جاءت في وقت سيء جدا للعالم لأن كان التضخم بالفعل آخذ في الارتفاع على مستوى العالم وده زاد الموضوع بصورة حادة جدا بسبب هذه الأزمة النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الأزمة ربعمائة مليار دولار على مستوى العالم النهاردة وبتدت كل المؤسسات بتقول أن التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا الكلام ده ابتدت لهجة تشاؤمية وأن بالعكس الاقتصاديات العالم حتشهد مشاكل كثيرة جدا وابتدت حتى كانت الفكر أن ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي حتبقى مؤقتة ابتدت كل الخبراء بيقولوا أن الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح أن هو يزداد وخلال المؤتمر أكد مدبولي أن الدولة قادرة على اكتياز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية للمواطنين دون مغالاة كما دعمت بولي إلى عدم تخزين السلع مشيرا إلى أن الدولة لديها فائض واحتياطي يكفي المواطنين الحقيقة نشغلين على من أول لحظة ودي كانت ويهاد فخامة الرئيس من ساعة تشكيل هذه الحكومة إحنا عايزين دايما يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن من ثلاث إلى ست شهور في السلع الرئيسية وده الحمد لله اللي خلانا في هذه اللحظة وإحنا موجود في عز هذه الأزمة وقبليها أزمة كورونا الدولة والمواطن المصري ما حسش بأي نقص في أي سلع إحنا كنا بنشهد كلنا في التلفزيونات العالم في دول متقدمة المواطنين وقفين طوابير على السلع الرئيسية إحنا الحمد لله وبعون الله وإن شاء الله ده اللي حيستمر المواطن في أي مكان حينزل في أي حتة حيلاقي السلع موجودة وعشان كده أنا بقولها للمواطنين ما فيش داعي إن إحنا نكتنز ونخزن لإن كل ما حتشتري حنلاقي تاني يوم حتلاقي الحاجة موجودة على الأرفف تاني الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائد من الاحتياطيات وده الحقيقة مش شغلنا كدولة فقط وهنا يمكن أنا دايما بقول الدولة الدولة الحكومة مع القطاع الخاص مع كل العاملين في هذا الشأن بيبقى فيه دايما تنسيقات على هذا الموضوع ندد الكريملين بما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا وذلك بعد إعلان واشنطن حضرا على الواردات الأمريكية من الغاز والنفطة الروسيين ضمن عقوبات أخرى وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دماتري بيسكوف أن بلاده ستدافع عن نفسها في وجه العقوبات الغربية مشددا على أنها ستبقى في الوقت ذاته موردا موثوقا فيه للطاقة هذا وأعلن كريملين أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء حكومته غدا لبحث سبل التوصل إلى إجراءات لتقليل تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي رد الفعل الروسي يأتي فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن دول الاتحاد قررت فرض عقوبات جديدة على موسكو ومسك عقب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام سوافت للتحولات المالية وخلال اجتماعهم في بروكسل أقرى ممثل الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة ورجال الأعمال روس قد قاموا في الشركات السوداء يأتي ذلك في إطار التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى استكمال الحزام أو الحزام الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد في الأسبوعين الماضيين هذا وقد طلبت روسيا من الولايات المتحدة أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفوه بأنه برنامج بايولوجي عسكري بأوكرانيا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن هدف العملية العسكرية هو نزع السلاح أوكرانيا مشددة على أن بلادها لا تسعى للإطاحة بالسلطة الأوكرانية كما أشارت زخروفا أن روسيا ترى تقدما في المفاوضات مع أوكرانيا مشددة في الوقت نفسه على أن بلادها تقوم بعمل كل ما في وسعها لضمان عبور اللاجئين ومشيرة العبور أكثر من 140 ألف لاجئ إلى الأراضي الروسية وقد شهد هذا الصباح اتفاق الروس والأوكرانيين على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيرشوك أن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين عبر ستة ممرات إنسانية بما في ذلك في مدينة ماريبول ساحلية الجنوبية المحاصرة وفي بيان لها أوضحت فيرشوك أن القوات المسلحة الأوكرانية وافقت على وقف إطلاق النار في هذه المناطق في فترة الإجلاء وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق من جهتها أعلنت مفاوضية الأمم المتحدة لللاجئين أن 2.12 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين مشيرة إلى أنه لا توجد علامات على توقف تلك الأرقام عن التزايد هذا وتبنت المفاوضية الأوروبية مقترحا جديدا لتعزيز مرونة برنامج كار للإغاذة بما يسمح للدول الأعضاء والمناطق بتقديم الدعم الطارئ للأشخاص الفارين من العمليات العسكرية ضد أوكرانيا أسوأ أزمة تمر بها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أزمة أوكرانيا التي ربما ستنعكس لسنوات على الوضع في أوروبا مع مواصلة آلاف الأشخاص زحفهم باتجاه حدود الدول المجاورة هربا من القتال الدائر في مناطقهم الجيش الروسي أعلن أنه سيلتزم مجددا في بعض أنحاء أوكرانيا بوقف إطلاق النار لإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية حيث تجاوز عدد الفارين من القتال حتى الآن الذين لقوا إلى الخارج عتبة المليوني شخص بعد سنة عشر يوما فقط من بدء العملية العسكرية روسية الأوكرانيا وفقا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة ومع توقع أوروبا وصول عدد اللاجئين إلى خمسة ملايين شخص تبنت المفوضية الأوروبية مقترحا جديدا لتعزيز مرونة برنامج كير للإغاثة بما يسمح للدول الأعضاء والمناطق بتقديم الدعم الطارئ للأشخاص الفارين من العملية العسكرية الروسية وسيساعد برنامج كير الدول الأعضاء في تقديم دعم طارئ يغطي الاحتياجات الأساسية للأشخاص الفارين من الهجوم الروسي لأوكرانيا وتشمل هذه الاحتياجات الوصول إلى خدمات مثل الإقامة المؤقتة وإمدادات الغزاء والمياه بالإضافة إلى الرعاية الطبية ويعمل كير أيضا على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات اللاجئين من خلال الدعم علاوة على ذلك قد تستخدم الدول الأعضاء تمويلات بالمليارات من اليورو لتطوير حلول مصممة خصيصا لإدماج الأشخاص زو الأصول المهاجرة على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في الإسكان والتعليم والتوظيف والصحة والإدماج الاجتماعي والرعاية بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى على الأرض أعلن المتحدة باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية فضلا عن تدمير 2786 منشأة عسكرية وقال كوناشينكوف أنه تم إيقاف 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية عن العمل حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطيران العسكري الأوكراني وأضف أيضا أنه في بداية العملية الخاصة كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائر مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائر مقاتلة و57 مروحية من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي أن مستوى التهديد لبلاده وصل إلى الحدود القصوى مشددا على أن أوكرانيا أظهرت منذ أسبوعين أنها لن تستسلم كما دعا الرئيس الأوكراني مجددا الغرب لإمداد بلاده بطائرات من طراز مكفانيناين واتخاذ قرار سريع بشأن فرض الحلفاء منطقة حضر طيران فوق بلاده محذرا من وقوع كارثة جراء التراخي في اتخاذ ذلك القرار أكدت بريطانيا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تحقق نجاحا كبيرا في مواجهة الطائرات الروسية ومن المرجح أن تمنع روسيا من السيطرة على المجال الجوي وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية فشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة في القتال شمال غربي كييف أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الروسي أن الوضع في محطة زبروجيا النووية تحت السيطرة مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتاد كانت السلطات الأوكرانية قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الدرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية نحن نقطع في المحطة الثانية في محطة التحقيق المتحدثة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتتابعون فيها الاول والثاني من نوفمبر المقبل موعدا للقمة العربية بالجزائر اعاد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية العرب التأكيد ازاء الازمة الروسية الاوكرانية على تماسك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة اراضيها واكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على ضرورة العمل في اقرب فرصة للوصول الى حل دبلوماسي باعتباره المخرج الوحيد من هذه الازمة والوضع الدولي طبعا محتدم جدا وخطر جدا وينبغي التنبه والحزر في تناوله من كافة القوة لانه عندما تدفع هذه الاطراف او ذلك الطرف نحو مواجهات عسكرية هذه قوة نووية والعالم قد يدفع تمن غالي جدا في هذا التصعيد الحزر مطلوب والعمل الدبلوماسي مطلوب انا من المؤمنين جدا بالعمل الدبلوماسي العمل الدبلوماسي هو الذي يؤدي دائما في نهاية المطاف الى وقف اطلاق النار يؤدي دائما الى تسويات لنزاعات مهما كانت محتدمة في لحظة ما من الزمن قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض ليصبح يومي الاول والثاني من نوفمبر وهما الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقهما اجتماع لوزراء الخارجية واضف ابو الغيط ان الفترة من يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من اكتوبر الى الثاني من نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك بالجزائر تقرير من وزير خارجية الجزائر الذي طرح نية الجزائر في عقد هذه القمة يوم اول نوفمبر 2022 لمدة يومين الاول والثاني من نوفمبر استشعر الحمس الشديد جدا من قبل الجزائر لانعقد هذه القمة والاخوة في الجزائر لديهم مجموعة افكار يتحدثوا فيها عن تأمين وحدة عمل عربي فعال وحول المؤتمر الصحفي الذي اعقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ينضم الينا مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس اليك كريم نعم الدورة 157 لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية والتي ناقشت عدة بنود 11 بندا مختلفا في الاجتماع العام وبالطبع بالاضافة لالاجتماعات المغلقة التي تم مناقشة فيها عدة قضايا بالطبع منها بالطبع القضايا المشترقة التي تخص الدول العربية وحشد التضامن العربي إذا الرؤى العربية والقضايا العربية المشتركة ربما من أهم القضايا هو الأمن الغذائي وكيفية العمل الجماعي بين الدول العربية لتأمين الأمن الغذائي وبالطبع فيما يخص الأمن الغذائي هو الأمن المائي ربما حضر هذه الدورة 18 دولة عربية و18 ممثلا من وزراء الخارجية ووزراء الدول العربية ربما من أصل 21 دولة وهو ما يدل على أهمية هذا الاجتماع في هذا التوقيت وأهمية العمل على التعاون المشارك بين الدول العربية خصوصا في ظل التوترات التي تحدث في ربما السياسات العالمية والتغير والعركات السياسية المختلفة الدولية أيضا كان هناك تأكيد على عدة قرارات فيما يخص القضية الفلسطينية وعدة قضايا أخرى بالطبع فيما يخص القضية أيضا الليبية ولكن تم الإقرار بالفعل على الدورة القادمة التي ستعقد في دولة الجزائر الشقيقة في الأول والثاني من نومبر 2022 وبالطبع كان هناك كلمة لرئيس الدورة السابقة وهو أحمد بن ناصر الصباح وهو وزير خارجية الكويت الذي تحدث عن إنجازات الدورة السابقة لجامعة الدولة العربية ممثلينها في وزراء الخارجية وتسلم بعد ذلك وزير الخارجية اللبناني بوحبيب هذه الدورة وعرض بالطبع 11 بندا كما ذكرنا سيتم نقشاتها خلال هذه الفترة وخلال هذه الدورة قبل أن أعقاد القمة القادمة في الجزائر في الأول والثاني من نومبر 2022 تقدمت منظمة يونساف بوافر الشكر والتقدير للسيدة انتصار أسيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي تدعمها يونساف وهو ما يعكس مساندتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن كما أوضحت المنظمة أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرصة متساوية للوصول للمهارات والخدمات لكي تحقق أحلامها وتساهم في مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهذا ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية دوي في 21 محافظة في مصر وتتيح للفتيات التعبير عن النفس وتنمية المهارات الحياتية والتعلم الرقمي وهو ما يخلق مجتمعا أكثر إنصافا وازدهارا في إطار الحملات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات بعض العناصر الانتهازية استغلال المتغيرات الدولية لرفع أسعار السلع وحبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة برغم وفرتها وبكميات كبيرة فقد أصفرت الحملات الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا المجال تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي الحاسم للعناصر الانتهازية التي تحاول استغلال المتغيرات المحلية والدولية لرفع أسعار السلع بخاصة الاستراتيجية في هذا الإطار وصلت الإدارة العامة لشرطة التمون والتجارة حملاتها لضبط تلك العناصر وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1407 قضايا تمونية متنوعة كان من أبرزها ضبط أكثر من 330 طن ضقيق ومسل بدون مستندات قام مالك مخزا لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحكبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 79 طن ضقيق مجهولة المصدر قام بحكبها عن التداول بالأسواق مالك مخزا لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بهدف رفع أسعارها وضبط 18 طن ضقيق بلدي مدعم بحوزة مالك مستودع ضقيق بلدي مدعم بالأكثر بهدف بيعها بالسوق السوداء ومع توالي الضربات الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار نجحت الإدارة في ضبط 145 طن أرز حجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزا لتجارة السلع الغذائية بالأكثر بأن قام بتخزينها بهدف رفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة وضبط أكثر من 200 طن مقارونة معبأة داخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بغرض رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزا لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية ووصلت الإدارة تحقيق النتائج الإيجابية في تصديها لكل من يحاول التلاعب باحتياجات المواطن الأساسية حيث نجحت في ضبط 75 طن ونصف أرز بحوزة مالك مضرب أرز بالدقهلية قام بتخزينها في محاولة منه لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتمكنت من ضبط 49 طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر استغل صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالدقهلية الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء وضبط أكثر من 28 ألف لتر بنزين قام المسؤول عن محطة لتمون السيارات بالقاهرة بتجميعها للإذجار بها في السوق السوداء وضبط 634 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مثبت عليها أسعار بحوزة مسؤول مصنع أعلاف حيوانية بالمنوفية كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء حملات أمنية مكثفة ومتواصلة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار الذين يحاولون استغلال المستجدات الدولية لتحقيق أرباح سريعة غير عابئين بالمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن عبدالله بركات التلفزيون المصري وقعت فودافون مصر اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية واتشتاء رائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء نظام فلكس من فودافون بلا حدود وذلك بالشراكة مع منصة واتشت المنصة المصرية الرائدة في المحتوى الترفيه العربي التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية وصرح رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ حسن عبدالله بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقية التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد من نشرة السادسة نعم الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل إليك فاطمة شكرا رغض أبو ليلا شكرا أميرة العقدة وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة وأكد أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مناشدا المواطنين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فورا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقاعة أنهت البرصة المصرية التعملات على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين بينما اتجه التعملات العرب والأجانب نحو البيع وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680 مليار و500 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 18 من 100% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 63 من 100% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة وصعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 48 من 100% ليغلق عند مستوى 2817 نقطة انتعشت الأسهم الأوروبية حيث اختار المستثمرون الأسهم التي تضررت في عملات بيعا في السوق في الأونة الأخيرة بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزيدة على روسيا بعد العملية العسكرية على أوكرينيا ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 62 من 10% بعد سلسلة من الخسائر على مدى أربعة أيام وتصدرت قطاعات البنوك المتضررة بالشدة والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب حيث تقدم كل منها أكثر من أربعة بالمئة وفقد مؤشر ستوكس الأوروبي ما يقرب من 13% منذ بداية العام مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لرغدة وأميرة لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيما انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى منها سوى التفكرة بأبرز عنوينها خلال الندوة التفقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد الرئيس سيسي يؤكد أن أسر الشهداء دفعت ثمناً غالياً في تقديم أبنائها فداءً للوطن على وقع الأزمة الأوكرانية الرئيس السيسي يؤكد لبوتن ضرورة تغليب لغة الحوار أقوبات بحق موسكو ومسكو واتفاق روسي أوكراني على وقف لإطلاق النار انتهت نشرة السادسة قدمناها لحضراتكم من تلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة